هذا قديم سالفة من ضمن السوالف على الجرف المجالس على الآن الزمان قال أولا فيه رجال مجوز للحرمتين وحد يجب منها ولد وحده منها ولدين مدي ثلاثة المهم لا يمكنهم ولدين ولا ثلاثة مات الرجال وقعد الولد هذا معمهم الحال وهذا ولي معمهم الحال وكان هذولي مغترين بكثرتهم حنو هذاكم غير الحال وموحدين على جنب وهذا ولي هالحلال عندهم حلال عندهم بقر وعندهم خير من الله وهذا ما عنده إلا بقره وحد المهم وليا راحت للمفلاء تسرح هذا الولد هذا حاط له إقلاده فحلق البقره حقته سلسلة جلال 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 وليا من تأدى البقر قال هذا الحلال هذا المن قال هذا حلال فلان الولد هذا استغاضوا العيالة الثانية الحلال حلان والبقر هذا كل لنا وكل ما جاء نشده قالوا حلال فلان وش الرأي يبوي قصة والسلسلة قصة والسلسلة ضوت بالليل وانو والله القلادة أي جلالة على قل القلادة ماي موجودة قام مركب القلادة ثانية صراحت يبوي حنو شي نسوي بالرجال أزا عودت شارك قال يبوي حنو بنذبح مقولة كلا ما عليكم المهم يوم ضوى الحلال بالليل وانو والله بقرتتها بقى يا الرابع بقرتي ويني قال بقرت كاليوم عادة على الديب وكلها مدري نمر كلها المهم سابعنا كالبقرة ويالله يالله تلحقنا الذكاء ويجبنا اللحم نبنوز على القرية والناس المستحقين ماتت قالوا ماتت وشطان نبيهم هو لعب قال هات الجلد ويني قالوا والله جلده هنا خلناهم محل وش تباب الجلد قال لابا بي حخذ لي عيشة ورعاني بس بقيمتها الجلد مدام تبقى لا راحة والله المهم روح سارة من عنده يروح ياما محل ما يفلي حلالة ومليا وما هو راح ولقيه جلد حقه وتعين وانو والله الجلد ما فيه ولا نيبان وانو عارف هالهارج عود لفها الجلد حقه واخذه معود ومعود الليل موحش وطلع لفها هذي كشيرة وقال بقعدين صبح همما سباع همما نمور همما شي مال يوم المساري هذي هو يا قود اثر فيه حرامية سارقين لهم قرية حولهم وجايين سارين معهم ذهب معهم فضة معهم قروش سارين وجاوكم روح لين حولوا عودوا تحت الشيرة وفرشوا المالية اللي معهم يبيتقسمونه وكلين يروح لها لهوا فوق يومنا مفردون والله انها الذهب والله الفضة والدنيا ويعود يكسر لغصم من عندها من الشيرة ويزقل على الطباق تاينه مين تاينه ويسار والله ما شاهل العلم تاينه وفوق والله ما يشوفون شي والله قعدون شوي كان هش الغصم هش الغصم مهش الغصم والله عربية مدخلاتهم الذلة كان يقولون بهم قال لك الشيرة هذي مسكونة المهم كان يهجون يكبون من الفجعة كبوا المالية حقتهم كل ابوه كان يجيك محاوو كان والله يلمفه كل ابوه كان يعود دربة لا يقع يعودوا اللي هنا صبح الصبح وفيجيك مروح حول الظهر واللي على بالخار وانو والله جاي مروح مع هذيك القروش والخار من الله وجاي عند اخوانه وانو والله القروش مع كيس والكيس هذا الشي قال هذا فيه قروش قروش ايش فكوا لهم والله ذهب فضة قروش قال العلم وشانو قال العلم بيعته الجلد جلد البقر اجاب هذي كله قال الجلد غالي البقر هذا يصنعونه 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 ويسون منه كان يعطيهم كان يعطيهم كان يعطيهم الين ركبها صدق فروسه كان يروح يكبه قام يتشاورون قال لي الرب حنا قاعدين عين البقر هذا هواش رايح جاي حنا ليه ما نبيع جلود هذي حقتها البقر وناخذ بها مالية ونشتري لنا حلاء صائع ونشتري لنا مزارع ونظلي تجار صدق راتبوا هذي كان يحولون على البقر حقه ومشقه طال الضباح واتبو كدن الطمع عوذ بالله من الطمع واتبو كدن اللي الضباح البقر يلمون اجلود يودون السوق ثلاثة ريال خمسة ريال سبع ريال اجلد ها هو ها ألهم والله والله خسارة صدق يالرابع للمشانو قال والله ضحك علىنا والده لقنا ها؟ قال والله ضحك علىنا هذا سعر السوق من يجاب لقروش ضحك على سعر يقل لقروش ولا؟ تدروا لنا نحاق قال لي قال انه ما عندنا اللي انا هذي بيحمه مرة نبين اذب خير نبين اذب باقي مئزانا وظننا اللي عندنا ومزرعتنا هذي والرجال هذي بنتدبر ومكان والله يبرد لنا بعده بس هذا لازم ندبره المهم رتبوا وامورهم كلها على انهم يشيرونه ويقولوا اللي حناني بنروح انها مشوار وياخذونه معهم يربطونه في نص الطريق وحطونه في كيس يرمونه في البحر دبروا امورهم وشتالوا الرجال يوم وصلوا نص المسافة وما يكتفونه اه ما قالوا بس مرة تضحك علىنا نذبح بقرنا يلي والله نرميك في البحر اليوم دخيلكم انا اخوكم قالوا نرميك في البحر اليوم روحوا به او كدن ما في طط وقام يصيحوا في الكيس محملينا على ظهر البعير في الكيس ويصيح ما باتجوز والله ما باها والله ما اخذها والله ما باتجوز وغير يصيح وما يمشوه في راعي حق حلال يسمح الرجال يصيح يقول ما باتجوز العلمشان هو قام يتبعهم مجنوه وراهم 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 وراهمهم مسيانون في عينهم لهم قراء وعرب مثل ايمين عندهم زواج عندهم عادي ما يقول قديم يسمونه قراء لحين اسم الزواج قال يا ابو ينوخ البعارين هنية خلروح انت عش عند العرب هذولي وبعدين نجي ونكمل مسيرتهم اتفقوا على كلام هذا وقال هذا قاعد في كيسة ما باتجوز ما باتجوز هلا هلا ما باتجوز ما باتجوز المهم يوم انهم راحوا يزير على الحلال عندي لين عندي يا والد يا والد قال هنا قال انت واش بك قال انت وش توا قال انت تصيح من اليوم قال بتي وش علمك وش علمك قال انا غاصبيني على بنت وانا ما باتجوز كيف ما تباتجوز قال الله ما باتجوز انا بنفسي ما باتجوز ما بيغاصبوني على البنت هذي وانا ما باها مره ما باها قاعد قليل يطمع ذاك قال وقولك طيب انا باتجوز قالت بتيجوز قال لي قال هيفك الكيس ويدخل فيه وقعد صيح قول ما باتجوز من يوم يتحرك البعارين قول ما باتجوز ومرة وتاخذ الحرم قال طيب فك الكيس وخش كان يربط على هالكيس كان يقوم كان يحتاج الحلال وبل ب اللي عنده حقت الرائع هذا وكان اللي يخشف الكيس كان يعود يعود الينا طرافة الديرة كان يعود حذا ولي جو كاخر الليل واشتعله هو يوم اصبح الصفحة عن ده البحر كان يرمون فالبحر ما بات يجاوز ما بات يجاوز يجوها زا طيب يالله نالمهم وشوركم عودين قرية شيخ مفكها لما الحمدلله المهم عودة وعاصور يمكن ولا بعد الظهور عودة كعادة ولين اصبح الصبح باتة والعربية ما اصبح الصبح اذا جايهم بالمعز يسوق فيهم لها هذو المهم يوم الطارع والله الرجال هم اللي مسرامين في البحر بسم الله الرحمن الرحيم العلم يوم حن مسرامينك في البحر قال يا شخ الله انه يرزككم حيكم وميتكم العلم هو شرح الحلال هذا من اين قال انتم رميتوني في البحر والبحر متقسم قسم في مأزة وقسم في ضام وقسم في قبل وقسم في بقر لكن انتم الله هديكم ما قصرتو لكن والله لو رميتوني عند البل والله ان البل الحسلي من المأزة هذي لكن تدري عن حال بس خلاص انا رضيت رضيت بما الله طاني رضيت ام الله طاني فك يودا تامجدة. كانت قلنا واجه ليش. أت مرميتونه في البحر متأكدين. قل متأكدين؟ قل هاذا الميزة حركت. أت مرميتونه في محل الميزة. من العرب متأكدين انهم رموه في البحر ما يبايلها الشاهدين. مروا ما يبايلها شاهدين. قالوا الهن كادوا معنا بتسليه. قالوا يبينا حلال. وش رائعه. قالوا اشتبوه الحلال. واحد قلانا بيه. بسعد أبي زانه. يبي طيب. والثاني قلانا بايلي ايضا. هذا خضري ايضا. يعني ما بيني من الهرابيد هذي وقال يزهلها بس يلا توكننا على الله بكرة ان شاء الله الناس راح الصبح قالوا تكفر بس لا قال بس مرة ما لكم شغل يا مطم اخش على اصبح صبو يحط كل واحد في كيزي في طياطي كان يروح واصرو عندها البحار قال يا ايال حنا وصلنا محلل بالليا اليابل بالليا انا ما عاد اعرف لك يا سم بعضها اليابل بالليات قطي فكرة قال لا لا فكيتكم ما تقوم ما تجيكم لازم في الكيس انا هذي خبط في الكيس انا انا قابل كان ياخذ المازرعة وياخذ حلا بقية الحلال حقه كان ياخذ المالية اللي بقيت كله شو توطم هي لو سموا بالرحمان وخلوا بقرة تخوهم بسلسلتها وتروح وتجي معاهم وراضي بنصيبهم وراضي بنصيبهم ما عندهم بقرة كثرة ومزارة ومازرعة وما عندهم بقرة واحد وساكت الوقت هذا كله لونه مسكت وكان الله رزاكم ورعب الله يوفقنا وياكم سالفة بسيطة على الطمع الله يجيرنا وياكم منه والقناعة كنز لا يفنى وسر السعادة في الحياة الرضاء بما عطاك الله قليل ام كثير انت اللي رضيت بالقليل ترا في عينك يا كبر ورضاك يكبر القليل الله يحفظنا وياكم شكرا لكم